ما قد يوجد عند بعض الناس من الدعاء أنهم لا يحفظون وبالتالي يتركون طلب العلم وهذا خطأ منهم فإنك بمجرد سماعك للعلم تؤجر ويكون هذا من أسباب رضى الله عنك سواء حفظت أو لم تحفظ فبذلك تستغل وقتك عندما تطلب العلم ولو لم تكن تحفظ على أن الناس يحفظون ويبقى في أذهانهم وأفكارهم الكثير من المعلومات وإن لم يكونوا ممن يدركوا أنهم قد حصلوا تلك المعلومات وسأضرب لكم مثلا هذا هو الواحد منكم يدرس السنوات الطويلة في المدارس العامة ثم يظن أنه لم يستفد شيئا بينما هو قد استفاد شيئا كثيرا تمكن من قراءة وكتابة وعرف طرائق الحساب وحفظ من المعلومات العامة وتمكن من أداء شعائر دين الله بمثل هذه الدراسات ولو قلت له ما الذي حصلته من هذه السنوات الطوال في الدراسة فقد يجيبك بأنه لم يحصل إلا القليل بينما هو قد حصل شيئا كثيرا ترجمة نانسي قنقر